السلام عليكم بناتش لا تكونوا كامل في خير وعلى خير رحبت متتبعاتي الجود مرحبا بكم في قناتي الصغيرة ونرحبت ثاني بالمتتبعاتي الدائمين ان شاء الله نراني نفيدكم وراني توجو نزيد نجيب لكم الجديد كما شفتوا المتتبعاتي في الفيسبوك وفي الانستغرام خدمت هذه السلة اللي خدمتها بصندوق تاع البانان صندوق تاع الموز حبيت اليوم نشاركها معاكم ونوري لكم كيفاش الطريقة رحكينا هذه خدمتها يعني المتوسطة خدمتها بصندوق الموز وهذه الصغيرة خدمتها بصندوق تاع علبة اريال كما رحكم تشوفوا فيها تقدرو تاني تخدموها بصندوق تاع الموز لكن العبر تنقصوا فيه كما رحكم تشوفوا له هنا اليوم رح نخدمو واحدة الكبيرة على هذه نقصوا في كل واحدة نقصوا في طول 5 سنتيم وفي العرض تاني نقصوا 5 سنتيم كما رحكم تشوفوا له هنا يا لبنت هاد الصندوق تاع الموز اللي تجي الكاريتين تاعه قاسحة يجي في اللون البني ما يجيش هادك اللون الأبيض وفيها مصورة فيه الألوان يعني البانان ويجي فيها الألوان خلصكم تخدمو من هذا اللي يجي بني ويجي قاسح رح نوري لكم العبارات اللي هنا يا أنا راني عابرة لكن نوري لكم العبارات شحال في الطول وشحال في العرض وارتفاع باش تديروا هادك التدريج اللي تحب تخدمه كبير تخليه كما كي ماره وتدير العبارات كما رح ندير بالتفصيل اللي هنا يا رح نخد العبار انتع الطول 45 سنتيم رح نعين المنتصف في الأول كما كنت شوفوا رح ندير 45 سنتيم ونعين المنتصف ها هو المنتصف عينته من بعد راح نجيو اللي هنا يا شوفتو اللي هنا في البنات في يعني في العرض نتاع الكارتون تجيو فيه التقم باش تتعبرو الارتفاع انتاع هادك القوس اللي رح نخدموه في الواسط لازم تعبروه من هادك الفتحة انتاع العرض كما رح كنت شوفوا اللي هنا يا راح عدنا 14 سنتيم من الفتحة حتى التحته وش رح نديرو دروك رح نعابروه تاني الارتفاع دروك في الجم باش نعينوه 14 سنتيم تاني ورح نجيو اللي هنا للمنتصف ورح نخدموه بما بين المنتصف والطرف ونعينوه تاني منتصف اخر ونجيو نعابروه فوق الفتحة هادي اللي جاية في الاول كي ما رح كنت شوف رابا لكم باللي صندوق تعلبانا ايجي في هادوك تقب بزاف لازم نعابرو هادوك الفتحات باش نخدمو من بعد نجيو اللي هنا ايه انا عابروه 15 سنتيم باش يجينا عالي اعلى الجهة الاخرى ونعاودو في الجهة التانية نعاودو النفس الطريقة في المنتصف يعني في الربع في المنتصف في المنتصف نعينو الارتفاع انتاعه كي ما عينا في الجهة الاخرى وليهنا ايه فرح نقسم الكارتون نعبار تاني 14 سنتيم ونبدأ نلاقي هادوك هادوك النقاط ما بين ايه الطرف والواسط ويعني هادوك اللي درناهم النقاط اللي درناهم باش نعابرو الاخرى هاد الجهة رح نوريلكم كيفاش تولو تعابروها بلا ما تولو تقيسو وتديرو ايه القياسا رحو بتشوفوا الهناة الهنايا هادو التدريجات رأني خادمتهم خادمتهم في الجهاتين رح نديرو هادو التدريجات في الجههاتين ثاني في الجهة الاخرى هاني الهنايا قسمت هادك الجزء اللي كنت راح يعني قلت لكم راح نقسم راح نقسم الكارتون باش يجيني يجيني الكفرنتاعي ما يجينيش كبير يجيني صغير شوفوا الهنايا انا اعبرت على حسابة الجهة الاخرى يعني العرض باش نولي نبلع للجهة هذي هادك الجزء اللي تنحيوه مشيت ترميوه خليوه باش تعاودوا تبلعوا الجهة اللي نحيتوها شوفوا الهنايا انا بعد ما قصيت هادك التدريج وقصيت منا من جهة العرض اللي هنايا ماانيش راسمه شوفوا كيما راكوا تشوفوا الهنايا ماانيش راسمه راح نجيبو هادك الجزء اللي نحيناه من الجهة الاخرى كيما راكوا تشوفو راح نجيبه وانتبته من الفوق ونلصم عليه بلا ما تعودوا تديروا الحسابات في الجهة الاخرى كامل كي تنحيو الكارتون مطول الاخر جيبوه وانرسموه عليه هادك الشكل باش يجيكم ساهل ومن الافضل تقصوا هاد الكارتون بالكيتر باش يجيكم طريقة سهلة المقص شوية وعرا وما تحسيش المقص ينقرض على خاطر الكارتون قاسح هيا راني الهنايا رسمت ابر بخي فاقط ها هي نبعدو كالريقله ونعاود نولي انقص ها هما البنات شوفوا الهنايا بعد ما قصيت كامل كي مجيها الاخرى راح نجيب هاد السكوتش ونبدل السق كامل هادوك الجوانب لسقو مليح مليح باش الكفخة تاعكم يكون صوليد ما يترتق الكومش وهاد السكوتش كاين هادا اللي جاي صغير وكاين الكبير من الافضل الى ما عندكم ش هاد الصغير استخدموه الكبير انا استعملت هاد الصغير لكن عاودت فيه بزاف في الجوانب باش يجي صوليد اكوا عارفين هادا اللي جاي عريض يجي يجي واسع بزاف على هادا شفتو هادي كله هنا في الواسط راح ندير قطعة ونلسقها ثاني بالسكوتش ونمتن مليح مليح ها هي ببعد ما متنت راح نقص كامل لوتوغ انتاع هادا الكارتون التاعي الهنا هي المرحلة صيبو انتاع الكارتون وانتاع القصة انتاعه هو العبارات كملتهم راح نجي دروك باش نعبر باش نلسق البونش توجود البونش كما كنت شوفو العبر ما بين هادا العلو انتاع الكارتون والتحتها راح خمسطاعش ما تديروش خمسطاعش دروك شوية كتر باش من بعده كي تولو تتني والبونش مايكوش عندكم الضيق ها هو اللي احنا يا انا يا بعد ما لسقت الطريقة اللي لسق بيها تلسقو ملتحته البنات تلسقو ملتحت باش من بعدها هاداك زيادة انتاع البونش تجيكم من الفوق باش تمات تتنيوها واللي شفتو كي ما را كنت شوفو في العرض هاي جاية شوية بزاف نقصوا واحد شوية فقط فقط وخليو اه قد اثنان سنتيم باش تولو تتنيوها لداخل هاي اللي هنا يا كما كنت شوفو هاني بعد ما كملت هاداك الثنيات انتاع البونش لداخل راح ضروك نقيس الوتوغ كامل باش نعبر القاضيفة انتاعي نورما مول البنات تكونوا فاهمين وعرفتو كيفاش لسقت البونش ما حبيتش نطولكم الفيديو لانه نعرف باللي الذكيين و تجيبوها ان شاء الله في الصحيح ها هي البنات بعد ما كملت وخيط القاضيفة توجور جيبو هاداك الجهة اللي خيطو جيبوها للامام لانه هادا الامام هو اللي راح نديرو عليه التزيين من الفوق ونخفيو كامل العيوب بعد ما تلسقو هاداك يعني تلبسوا الصندوق تاعكم القاضيفة وتديرو الاخياطة في الامام بدو تلسقو من الفوق ونجبوه لتحت تلسقو من الفوق ونجبوه لتحت باش يجيكم كامل مليه شوفو انا اللي هنا يدرت هادا العفسان تاع القاضيفة راح تجيبو قطعا تاع القاضيفة وتلسقوها وتبدو تتنيو وتتنيو 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 وتتلسقو كي ما رابعين كي ما قلت لكم لبنات طريقة تزيين اختيارية على حسب ما تبغيو انتوما ماشي شرط تديرو تزيين كيفي ديروه على حسب ما تبغيو انتوما هاي اللي هنا اعبرت لكم بشتبان المستارة مكاش تبان مليح وليس اعبرت لكم هاي اللي هنا 27.5 و العرض انتع هاد القاضيفة راح نشوفوه في الصورة ها هو العرض 12.5 و لا 12 قلت كي ما قلت لكم تزيين اختياري البنات ماشي شرط تديرو كيفي ركاين بزاف مواضي لاتشابين الهنا هي راح تتنيو القاضيفة في الجهة الاولى ومن بعد تلسقو ومن بعد تبدو تنتنيو وتلسقو تتنيو وتلسقو حتى تكملو ها هي تنيو ولسقو في جهة واحدة فقط انا راح نلسق ونرجع لكم شوفو هاني بعد ما لسقت دروك واش راح نخدم راح نخدم اليد اليد هي عينكم هي ميزانكم على حسب ما تقدرو تخدمو اليد انتع العلو شوفو انتوما العلو اللي تحبو تخدمو بي كالي تبغي تخدمها حانية كالي تبغي تغطي على على حسابة العلو راح نعبر لكم اللي هنا يا شحال درت فيها هذا الكارتون اللي نخدم به توجور كما كنت شوفو هذا الكارتون اللي دور راني درت درت اليد الاولى يعني كارتون الاول ودوبليت ديرو فيه حتى ثلاثة تاع الكارتون باش يجيكم اليد قاسحة وما تجيش عوجة ها هي فيها 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 مترة وعشرة ولا مترة وخمستاش ولا احداش على حسب ما تبغي وتمديرو راح نقص القاضيفة ثاني على حسابة هاد اليد والتلساق يجي في الواسط في الواسط باش مبعد نخفيوه بالقالوم وكي يجي التلساق في الواسط راح ديروه من الداخل ماشي تلسقو على برا تلسقو على الجهة اللي يجي من الداخل كما راكوا تشوفو انا زدرت له القالوم من الفوق يعني من الداخل عفوا ورح تجيبو الطيول دروق الطيول ها هي مترة مترة يعني ما تقصوش بها ماشي كماليكوفخ تقصو على اثنان ها هي مترة كاملة راح تبدأ وجيبو على الجهة اللي تتكسل وتبدأو من الطرف ومن بعد كي تجيو عند اليد تقولو تخرجو عليها وتلسقو ما تلسقوش من الداخل اليد لسقو من برا لا خاطرش هادي من بعد كي تتبلع راح يجيو التبلع للفوق ما راح يجيو من التحت راح يجيو من التحت راح يجيو من التحت راح يجيو من التحت نسقو الساطا عادي نص مترة وواحدة قاتت لي تاني شفتها قاتت لي بلي ما نش نعرف اللسق الساطا شوفوا الساطا كيفش انا اللسق راح نبدأ من المنتصف فرح نديله له هنا لشكل متلت لانه المتلت درناه في التنية يعني في التدريج انت صدق تاعنا ونبدأ للسق حتى للطرف نخلي هذا كالطرف ونعاود نجي للجهة الاخرى للسق ونعاود للسق في العرض ديراكت يعني ما نتنيش لسق ديراكت ونعاود نخلي هذا كالطرف ونجي العاود الجهة منا ندير نفس الطريقة لبنات يبقى لكم في الاخر كما راكم تشوفوا هو في العرض ما نتنيش لسق ديراكت في الاخر يبقى لكم هادوك الجناب تتحيو هادوك الجهة وتدروا جهة يعني كالمتلت وتلسق هاي اللي هنا بعد ما لسقت اذا جاكم الساطا كبير لبنات نقصوا منها الهنايا راح ندير اللي هنا باش نخفي هادو العيوب كما ندير فليكوف وندير التزيين انتاعي للسلة راح نديرها بالورود شوفوا البنات اللي هنا بعد ما زينتها وكملتها درس فيها هادو الورود والاستقط ثاني شوية نتاع القالون هذا في الطرف باش نخفي العيوب نتاع القادفة وجيني ثاني باهية والفوق تديروا حاجة باش تحكموا بيها تديروا هادوك الربطات اللي مدارين نخدمهم ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقان تاع هاد السلة وتجربوها خليوا لي تعليقاتكم وما تنساوش تبرتجيوا لي هاد الفيديو والبنات استنوني في فيديو اخر ما نقولكم غادروا وكتبقوا على خير واتهر الله في ارواحكم سلامة اشتركوا في القناة